هننتقل بعد ذلك للموضوع الثاني في شابتر ثمانية اللي هو Thermal Expansion أو التمدد الحراري Thermal Expansion is the increase in the size of an object with an increase in its temperature يبقى هو ببساطة الزيادة في حجم الجسم نتيجة للارتفاع في درجة حرارته يحدث ليه Thermal Expansion Thermal Expansion is an consequence of the change in the average separation between the atoms in an object احنا كلنا عارفين ان اي جسم بتكون من زرات الزرات بينها بين بعض المسافات بنسميها بالمسافات الجزائية بيحدث هذا التمدد نتيجة للزيادة في المسافات ما بين زرات الجسم فيه ثلاث انواع من Thermal Expansion اول نوع نتكلم عنه اللي هو Linear Expansion أو التمدد الطولي لو عندي قضيب طوله الاصلي الـ i ارتفع الدرجة حرارته بنقدار دلتا تي حدث له استطالة بنر مظلوعة بالرامز دلتا l اللي يبقى يتمسيه للجسم يبقى عندي ثري برامتر الطول الاصلي برموظه باللتا i الزيادة في الطول دلتا l التغير في درجات الحرارة دلتا تي We define the coefficient of linear expansion as بنعرف معامل التمدد الطولي للجسم بنر مظلوعة بالرامز alpha على انه دلتا l by li على دلتا t او ببساطة هو مقدار التغير الناتج في وحدة الاطوال نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بمقدار واحد درجة ماوية ممكن نكتب القانون دي على الصورة العامة الدلتا l اللي بتساوي alpha في ال li في الدلتا t This equation can also be written in terms of initial and final condition of the objects ممكن بدلا ماكتب دلتا l بكتب lf-li الطول النهائي ناقص الطول الابتدائي هي نفسها دلتا l او tf-ti اللي هي نفسها التغير في درجات الحرارة يبقى دي الصورة تانية لنفس المعادلة The coefficient of linear expansion alpha has unit of dis-degree minus one ممكن Kelvin minus one ممكن Firm height minus one حسب النظام المستخدمين تاني نوع من التمدد الحراري اللي هو area expansion او التمدد السطحي The change in area is proportional to the original area and to the change in the temperature يبقى التغير في المساحة اللي احنا بنرمز لبرمز دلتا l يتناسب طرديا مع ال original area المساحة الأصلية and to the change in the temperature مع التغير في درجة الحرارة إذن الدلتا a هتساوي gamma في ال a i اللي هو ال original area مضروبة في الدلتا t Coefficient of area expansion بنرمز لبرمز جاما بيساوي 2 alpha يبقى العلاقة بين Coefficient of area expansion and linear expansion ثالث نوع من التمدد اللي هو volume expansion او التمدد الحجمي نفس الكلام The change in volume is proportional to the original volume يتناسب مع الحجم الأصلي and to the change in temperature وبتكتب العلاقة بين التغير في الحجم الدلتا v هيساوي البتا في ال vi original volume في الدلتا t بيتا is the coefficient of volume expansion معامل التمدد الحجمي العلاقة بين معامل التمدد الحجمي ومعامل التمدد الطولي ان البتا equal 3 alpha يبقى درسنا ثلاثة أنواع من thermal expansion linear expansion area expansion volume expansion عرفت المعادلة اللي بحسب منها الدلتا l والدلتا a والدلتا v نحل مع بعض بعض examples على thermal expansion او المثال The roadbed of the golden gate bridge is 1280 متر 1280 متر يبقى مدين الطول الاصلي للبرج During a certain years temperature varies from في سنة معينة حدث تغير من درجات الحرارة من سالب 12 درجة ماوية ل 38 درجة ماوية يبقى أعطيني درجة الحرارة الابتدائية ودرجة الحرارة النهائية What is the difference in the lenses at those temperatures if the road is supported by steel girders ومديني the coefficient of linear expansion for steel يبقى بيسألني على التغير في الطول عندي الف والدي بحسب الدلتا T 38 ماقص أخلي بالي لأن درجة الحرارة يبقى بالسالب يبقى سالب سالب النتج موجب يطلع الناتج 50 درجة ماوية باستخدم قانون معامل التمدد الطولي الدلتا ال التغير في الطول يساوي الألفا معامل التمدد الطولي في الإ في الدلتا كل المعلومات متوفرة عندي الألفا موجود الطول الأصلي موجود حسب التغير في درجات الحرار طلع التغير في الطول 0.81 متر السؤال الثاني A circular steel disk has a circular hole through its center circular steel disk كرس دائر من ستيل فيه حفرة داخل الكرس If the disk is heated from الدسك حصل له تسخين من 10 درجة ماوية إلى 100 درجة ماوية What is the fractional increase in the area of the hole وعطيني الألفا for steel ايه معنى الفراكشنال increase in the area الأول بحث بالدلتا تي التغير في درجات الحرارة درجة الحرارة النهائية 100 نائز درجة الحرارة للتدائية 10 يطلع للدلتا تي 90 درجة ماوية المقصود بالفراكشنال انكريز وما قاليش انكريز لو قالي انكريز 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 الدلتا ايه انما لما يقول الفراكشنال انكريز انكريز انزا اريا يعني مقدار الزيادة اللي هتطرق على وحدة المساعات بكتب الأول قانون مرام للتمدد السطحي الدلتا ايه بتساوي اتنين ألفا اللي هو الجامع في الايه في الدلتا ايه بقسم دلتا ايه باي ايه بقى اتنين الفا في الدلتا الالفا موجود واتغير في درجات الحرارة حسب الفركشنال ichrease as a area ننتقل السؤال الثالث على التمدد الحجمي يبقى خذنا مثال على التمدد الطولي linear expansion خذنا مثال على area expansion المثال الثالث على volume expansion a thermometer has mercury field class tube within a volume off مديني الحجم الأصلي attached to a thin glass tube with inner radius off اتصل بي البلب بدل الانتفاخ او المستودع نتصل بإنر بجلاس تيوب نصف الكتر الداخلي للأنبوب خمسة ضرب عشرة او السالب خمسة هنا أعطيني على طول التغير في درجات الحرارة دلتا تي لما يقول لي انكريزز باي ارتفعت بمقدار غير لما يقول لي انكريزز فروم تو يبقى مديني درجة الحرارة الابتدائية ودرجة الحرارة النهائية اوجد مقدار ارتفاع المقدار في الأنبوب وعاطيني البيتا معامل التمدد الحجمي عشان أحسب مقدار الارتفاع في отيوب لازم أحسب مقدار الزيادة في الحجم الدلتا فيها تساوي بيتا في الفي في الدلتا تي البيتا مقدارها موجود الحجم الأصلي عندي للميركري التغير في درجات الحرارة حسبت مقدار التغير في الحجم طيب انا عاوز أحسب مقدار الارتفاع لو ده مقدار التغير في الحجم الهو400адиắcية هيساوي مساحة المقدار A في الدلتا H اللي هو مقدار الزيادة او مقدار الارتفاع الدلتا هي إذا إذا دلتا H تساوي 0A في الدلتا H والدلتا هي هي Provost delta V و هي زيادة في الحجم على الزيادة في الحجم لسه نطلقها من القانون اللي عندي الايه اللي هي باي ار تربيه وهو اعطينا نصف القطر عشان احسب مساحة مقطع تيوب ينتج عندي الزيادة في الارتفاع 46 من 100 م